يمكن حضراتكم تابعتوا معنا حالة محمود سمير ابن المحلة الكبرى اللي كان معروف اعلاميا باسم مريض السمنة احنا اتكلمنا مع محمود اكتر من مرة اتكلمنا مع الدكتور خالد جودت اللي عمله عملية الجراحية اللي نزلت وزنه يعني كان فوق الـ 250-257 كيلو ونزل وزنه لـ 160 كيلو في ظرف يمكن خمس شهور اتكلمنا معاه اكتر من مرة قبل العملية وبعد العملية يمكن مرتين اتكلمنا مع الدكتور خالد لاسف محمود توفى الى رحمة الله النهاردة ابناء المحلة شيعوا جثمان محمود سمير ودفن لانه حصلوا يعني مضاعفات مش عارف معايا الدكتور خالد ولا لا معانا الدكتور خالد دكتور خالد جودت والستاذ جراحات السمنة المفرطة بيطبعين شمس معايا دلوقتي على تلفون دكتور خالد مساء الخير والبقاء الله في وفاة محمود طب اخر مرة احنا اتكلمنا مع محمود يعني كان يعني في طريقه انه يمارس حياته حتى بشكل طبيعي يعني ايه اللي حصل انا انا اتصل بهم بصفة يومية تقريبا من يومين حتى مرادة احنا زي الفل وبناكل وبنشرب وبنتحرك وكل حاجة تمام امبارح كلمتني قالتلي هو نفس وتعبان نفس وتعبان دي مش مضعفات لان حراك انت قلت في مدينة حراك مضعفات دي حاجة ملاش اي علاقة بسمنة او براحة سمنة حد نفس وتعبان واحنا تعارف الاسبوع اللي فات كان شععة جدا فممكن نكون بالناس بجيلها التعبات رأوية التعبات رأوية او ممكن انت عارف طبعا اكتر حاجة بتعمل تعب في النفس اللي من دول الكورونا فاحنا هو قالتلي انه نفس وتعبان قلتلي طب الحقيق يجري ايه على اعرب مستشفة ديكي فراحة الاصر اللي يسمونه الاصر اللي هو المستشفة وزارت صحة لجنبها ومعرفش بيبدو انهم ملاحقوش ينقذوه انما هو كان لحد من يومين يعني الدنيا زي ما احنا عايزين وماشي كويس وبياكل وبيشرب ويعم كل حاجة فاللي حصل ده قضاء الله وقدره وربنا عايز كده بس ده مهم شام جاي المضعفات اي هم مضعفات انه اسمين ما هو ابت خلاص خاس اعتقد ان الوصف المضعفات ده كان مهم مش مش صحيح اه 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 اغالبا اللي حصلنا هو اي اما اشتباه كورونا اي اما اشتباه ام اشتباه كورونا او او التابرة او حد مسلا او التابرة او نسجر انا احنا كان الدنيا برد جدا هو الحقيقة معمود الله يرحان وكان الحاجة الوحيدة اللي بينه وبينه في الخلاف ان هو كان رافض انه هو يوقف التدخين اهة طلب المدخن شريح ومن ساعدة العملية المصمم انه يدخن بشارها وبتعبت يعني في الآخر ربنا بقى نعملي يعني ربنا يرحمه صبر أهله وأنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد جودة أستاذ جراحات السمنة المفرطة في طب عين الشمس